استقبل سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البنك المركزي حسن عبد الله للإطلاع على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي وكذلك جهود زيادة الاحتياطي النقضي من العملات الأجنبية وفي اجتماع منفصل استقبل الرئيس السيسي وفدا من الكونغرس الأمريكية حيث أكد الرئيس السيسي على خطورة حالة التصعيد والتوتر التي تشهدها المنطقة مشددا اعتزام مصر مواصلة جهودها بتنسيق مع الشركاء بهدف وضع حد لهذه الحرب استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من عدد من لجان الكونغرس الأمريكية برئاسة السيدة السانتر جوني أرنست وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي أن الوفد الأمريكي حرص خلال اللقاء على تأكيد الأهمية التي توليها مختلف المؤسسات والدوائر الأمريكية للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والتي تمثل حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي منوهين في هذا الصياق إلى الدور المصري الراسخ في حفظ الأمن ودعم جهود السلام في المنطقة وكذا دور مصر الجوهرية منذ اندلاع الأزمة بغزة سواء على صعيد الجهود المشتركة للهدئة أو الدور القيادية في تقديم وتنصيق وإيصال المساعدات الإنسانية وموضحين أن زيارتهم الحالية للمنطقة تأتي في إطار دعم مسار التوصل لاتفاق لتبادل الرهائن والمحتجزين ووقف إطلاق النار وخفض التصعيد بالمنطقة وفي هذا الصياق شدد السيد الرئيس على خطورة حالة التصعيد والتوتر التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب بقطاع غزة مؤكداً اعتزام مصر موصلة جهودها بالتنصيق مع الشركاء بهدف وضع حد لهذه الحرب التي تسببت في كارثة إنسانية بقطاع غزة ومحذراً في هذا الصدد من الخطورة البالغة للتصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية الذي يزيد بشدة من مخاطر تعقيد الموقف الإقليمي مشدداً على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد بالأراضي الفلسطينية والعمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه دولياً ويحظى بشرعية كاملة بشأن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وبما ينقل المنطقة إلى واقع جديد يسوده السلام والعدل والأمن بشكل مستدام بدلاً من الوضع الحالي الذي ينذر بالعنف والدمار وإهدار مقدرات الشعوب وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تترقى كذلك إلى الأوضاع بالسودان حيث أكد السيد الرئيس مواصلة النصر لجهودها المكثفة لوقف إطلاق النار وعودة الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني ودعم جميع المسارات التي تؤدي للوصول لحل سياسي ينهي الأزمة بالسودان ويحفظ مقدرات شعبه الشقيق كما تناولت المناقشات الأزمات المختلفة التي تعاني منها دول المنطقة حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت بدعم كيان الدولة الوطنية واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وتماسك مؤسساتها الوطنية على النحو الذي يمكنها من القيام بدورها وملء الفراغ الذي يتسبب في انتشار الإرهاب وقد أكد أعضاء وفد الكونغرس الأمريكي تقديرهم البالغ للمواقف المصرية مؤكدين مواصلة التشاور والعمل المشترك بين البلدين لتحقيق أهداف السلام والاستقرار والتنمية بالشرق الأوسط كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي السيد حسن عبدالله حيث طلع السيد الرئيس على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة والجهود الجارية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل على توفير مستلزمات الانتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية وتهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة ترجمة نانسي قنقر